يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق سلام على منبع الطهري المتدافع المتدفق إمام زماننا الحجة بن الحسن القائم بالحق سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين للمنتظرين الحلقة السادسة يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الثاني من عنواننا المتقدم في الحلقة الماضية العباسيون القدماء والجدد بيّنت لكم في الحلقة المتقدمة من أنني حين أتحدث عن العباسيين الجدد فإنني لا أتحدث عن علم بغيب مطلق أو بغيب مقيد إذ لا علم لي بذلك ولا أمتلك المعطيات الكاملة ولا أقوم بلي أعناق الأحاديث كي أوجه معانيها إلى الجهة التي تنسجم مع مزاجي إنني لا أفعل هذا وما هذه طريقة ولا جديلة في بحثي وتحقيقي وبرامجي إنني أتحدث وفقا للمعطيات المتوفرة والتي تتجلى في النصوص من جهة في النصوص الحديثية من جهة وفي الواقع الحياتي من جهة ثانية أتحدث عن الواقع التأريخي وعن الواقع المعاصري الذي نعايشه ومن هنا فإن حديثي يتحرك في هذين الاتجاهين في الاتجاه الأول النصوص وفي الاتجاه الثاني الواقع أقصد الواقع التأريخية والواقع المعاصر شرعت في الحلقة الماضية في أواخرها بعرض بعض النصوص التي جاءت في كتبنا الأصلية القديمة تحدثت في النقطة الأولى والتي عنونتها عباسيون قدماء وجدد عرضت ما عرضت بين أيديكم نماذج من الأحاديث والروايات قرأت عليكم حديثين جاء في غيبة النعماني وقرأت حديثا من تفسير القمي ثم انتقلت بكم إلى نقطة ثانية أمويون ومن بعدهم عباسيون في بغداد هناك حكم أموي أتحدث عن زماننا أتحدث عن زمان الغيبة الطويلة أتحدث عن الحكم الأموي الثاني في بغداد الحكم الأموي الأول في الشام هناك حكم أموي في بغداد وبعد سقوطه يأتينا حكم عباسي في العراق ما بين الكوفة وبغداد ما بين النجف وبغداد كل هذا كان جوابا على سؤال هل أن مرجعية النجف في أيامنا من بعد 2003 ميلادي هل أن مرجعية النجف وحكومة المنطقة الخضراء في بغداد يمثلون الحكم العباسي الثاني هؤلاء هم العباسيون الجدد أنا أعتقد بهذا وليس بالضرورة أن يكون اعتقادي صحيحا اعتقادي مبني على المعطيات المتوفرة بين يدي من النصوص ومما يترجمه لنا الواقع التأريخي والواقع المعاصر إذن أعرضت لكم نماذج تشير إلى عباسيين قدماء وعباسيين جدد ثم انتقلت إلى النقطة الثانية أمويون ومن بعدهم عباسيون في بغداد قرأت عليكم من غيبة النعماني إنها طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة قرأت عليكم ما جاء عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وطر من السنين إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه إذا اختلف بن أمية وذهب ملكهم حينما اختلف البعثيون والصداميون في بغداد وخرج أصهار صدام إلى عمان من هنا بدأت نهاية الحكم الأموي في بغداد إذا اختلف بن أمية وذهب ملكهم إنه اختلاف في الأسرة في أسرة بن أمية إذا اختلف بن أمية وذهب ملكهم ثم يملك بن العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم وقد اختلفوا إلى أن تقول الرواية الشريفة عن إمام الباقر صلوات الله عليه فوالله لكأني أنظر إليه إلى قائم آل محمد بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة أقرأ عليكم رواية ثانية في المجرى نفسه نحن نتحدث عن أمويين في بغداد يأتي بعدهم عباسيون جدد في صفحة الحادية والسبعين بعد المائتين من غيبة النعماني إنه الحديث الرابع والعشرون بسنده بسند النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان منبر مروان الذي في بغداد في الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث التاسع نقلاً عن عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة عن إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعاً سند من الذهب إنها سلاسل الذهب في أسانيد الحديث الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين معادن الذهب وحقائق الصدق إنهم علي وآل علي الأمير يقول كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان تريدون أوضع من هذا هذا الكلام قاله أمير المؤمنين قبل مقتل سيد الشهداء وقبل أن تكون هناك كربلاء وقبل أن تكون عاشوراء سيد الأوصياء يقول كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل إنها وسائل النقل المريحة المحامل كانت في زمان أمير المؤمنين الهوادج المريحة التي يصعد فيها الموسرون الموسرون هم أصحاب الأموال الأميرات والمدللات يصعدن في الهوادج الوثيرة هذه هي المحامل وسائل النقل المريحة وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين وحق تراب عليك يا أمير المؤمنين لقد شيدت القصور وحق تراب عليك يا أمير الوجود لقد خرجت المحامل من الكوفة إلى قبر الحسين وحق تراب عليك يا نفس محمد المصطفى لقد ساروا إلى قبره من الآفاق وقد انقطع ملك بني مروان يا أمير الأمراء انقطع ملك كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين وها هي تخرج ها هي وسائل النقل تغدو وتروح في صباحها ومسائها وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وقد ساروا إليه من الآفاق سارت الملايين يا أيها الكرار سارت حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع وانقطع ملك بني مروان المضمون هو هو في الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة بعد العاشرة بعد المئة إنه الحديث السادس والثلاثون نقله عن مصدر من مصادرنا القديمة جدا عن الصحيفة الرضوية نص حديثي موجز عن إمامنا الرضا لا زال موجودا بين أيدينا المجلسي هنا نقل عن الصحيفة الرضوية عن إمامنا الثامن عن ثامن الأئمة في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر صلوات الله عليه عن إمامنا الرضا عن آبائه قال قال علي بن الحسين الحديث عن زين العباد عن إمامنا السجاد كأني كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين هذا الحديث بعد مقتل الحسين الحديث المتقدم الذي قرأته عليكم قبل قليل من الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار كان قبل مقتلي سيد الشهداء هذا الحديث بعد مقتله كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره الحديث المتقدم لم يشر إلى الأسواق وإنما تحدث عن المحامل الخارجة من الكوفة إلى كربلاء وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره قاربته ولا سقته وها هي كربلاء هكذا قصورها شيدت حول القبر الشريف وأسواقها حفت بالحرم الشريف فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وقد ساروا وقد ساروا وقد ساروا يا سجاد العترة الطاهرة إلى أبيك من الآفاق فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق ماذا يقول السجاد صلوات الله عليه وذلك عند انقطاع ملك بني بني مروان وقد انقطع ملك نذهب إلى فاصل ماذا ماذا يبجر حي يمصي بيتك الصادق يقول صلوات الله عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان وقد تهاوى منبر مروان في بغداد وصعد العباسي عليه صعد العباسيون هؤلاء هم العباسيون الجدد قطعا بحسب المعطيات المتوفرة من النصوص والواقع التأريخي والمعاصر ستأتيكم التفاصيل تباعا في هذه الحلقة وما بعدها إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج أدرج ملك بن العباس أدرج 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 ملك بن العباس ما المراد من هذا التعبير إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان فلقد ول المروانيون مثل ما قال أمير المؤمنين مثل ما قال إمامنا السجاد في الحديثين المتقدمين يسيرون إلى الحسين من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان انقطع ملكهم وسارت الملايين الملايين لا نعرف هذا في التأريخ وله في مرة واحدة وسارت الملايين الملايين سارت إلى الحسين علامة واضحة هل تريدون أوضح من هذه العلامات قالها أمير المؤمنين قالها للعراقيين قالها للكوفيين قالها للذين يقولون نحن شيعته قالها لهم ما طبكم ما دواءكم ما طبكم ما دواءكم هذا هو الطب والدواء حديث أهل البيت حياة للقلوب هم قالوا لنا قالوا لنا حديثنا يزيل الرين والصدأ عن القلوب مثلما يزيل الصيقل الرين والصدأ عن السيوف الصدأ الصيقل هو صانع السيوف والذي يقوم بصقلها وحدها وتنظيفها وتهذيبها فهذا هو طبنا وهذا هو دواؤنا هذا هو بلسمنا الشافي إنها وصية إمام زماننا للشيعة بل هي أمره الصريح الواضح طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق مساوق لإنكارنا صلوات عليك يا بقية الله إذا صعد العباسي أعواد من بري مروان أدرج 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 الفعل مبني للمجهون الظروف الموضوعية هي الفاعل الظروف الموضوعية من زمان ومكان وأشخاص وأحداث إلى بقية الأمور التي تتعلق بمثل هذا الشأن بشأن سياسي بشأن اجتماعي وأدرج فعل مبني للمعلوم المعنى واحد المعنى واحد أدرج ملك بن العباس أقرب لكم الفكرة بعبارة وجيزة الإمام يريد أن يقول لنا من أن الحكم العباسي الثاني حينما ينشأ ويبدأ فهو يحمل معه فيروس نهايته يستبطن عوامل سقوطه لكن القضية قضية وقت سيطول وقته وكلما بدأ أنه يتهاوى يتجدد فحكم بن العباس مثلما مر علينا في الروايات والأحاديث مكر وخدع الحكم فاشل من بدايته وهذا يهتجل بشكل واضح في الذي جرى في العراقي ما بين النجف وبغداد فشل 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 إلى أن ينقطع النفس في النجاف إنه فشل المرجعية الفاشلة الفاسدة وفشل فشل فشل إلى أن ينقطع النفس في بغداد إنه فشل الحكومة الحكومة الشيعية الفاشلة الفاسدة مشكلة العراق ليست في الأكراد وليست في السنة مشكلة العراق في الشيعة ومشكلة الشيعة في النجف ومشكلة النجف في المرجعي هذه هي الحقيقة التي كل التفاصيل في العراق تثبتها لكن الديخيين لا يريدون أن يقروا بها مع أنهم يتلمسون حقيقة ما أقول في حياتهم وفي حكومتهم وفي مرجعيتهم إذا صعد العباسي أعواد من بري مروان أدرج أدرج ملك بن العباس أو أدرج وكأنه يتحرك باتجاه نهايته يدرج يطوى يطوى أدرجه طواه يطوى هو يطوي صحائفه هو يلتهم سطوره باتجاه النهاية كل المعطيات تقول بذلك القضية قضية وقت هكذا يبدو قلت لكم إنني لا أعلم الغيب لكنني أتحدث عن نصوص هذه النصوص موجودة في كتبنا القديمة قبل قرون وقرون هذا الكتاب الذي أقرأ منه مؤلفه توفي سنة 360 للهجرة وهذه الأحاديث كانت موجودة قبل ولادته في كتبنا التي كتبت زمان أئمتنا صلوات الله عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بن العباس طوية بدأت عملية طيه في وقت نشره مثل ما يقولون ولد هذا المولود وهو يحمل فيروس مرض هلاكه كان الفيروس موجودا عند لحظة ولادته وهذا المعنى ينطبق بالضبط وبالدقة على الذي يجري في العراق لأن الأحزاب الشيعية حينما كانت في فترة المعارضة موسخت وانتهت وتلاجت وتحولت إلى مجموعات تافهة وضالة وكل هم قادتها السرقة كانوا يسرقون الأموال من أي جهة باسم المعارضة وباسم العراقيين المهجرين سرقة في سرقة في سرقة الفساد هو الفساد وكان الفساد الجنسي ينتشر في أوساطها إذا أردت أن أفتح لكم تأريخ المعارضة الشعية التي كانت في إيران أو في سوريا أو في لبنان أو في لندن هذه المناطق هي أهم المناطق التي كانت تتواجد فيها المعارضة العراقية الشعية الدينية القطبية القذرة فلما وصلوا إلى الحكم تأمن قلنا قلنا لعلهم وصلوا إلى الحكم ربما صارت القوة بأيديهم قد 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 يصلح شيء من وضعهم لكن الأمور ساءت وذهبت إلى الأسوأ فقذارات زمان المعارضة تفاقمت وتفاقمت وتفاقمت حينما وصلت الأحزاب الشعية إلى الحكم أنا لا أدافع هنا عن الأكراد أو عن السنة الجميع في الهوى السوى في هوى الفساد وفي هوى عدم الكفاءة وعدم النزاهة الجميع في الهوى السوى لكن بعض الشر أهوى الأكراد حالهم أفضل من السنة والسنة حالهم أفضل من الشيعة وحال الشيعة ما بين الحكومة في بغداد والمرجعية في النجاف والشيعة في الجنوب والوسط كبول البعير إلى الوراء والأمور ذاهبة إلى الأسوأ كل الدلائل والمعطيات تقول بهذا إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بن العباس من لحظة الصعود فإنهم بدأوا بلحظة السقوط وقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي أبي يعني الباخرة صلوات الله عليه لابد لنار من أذر بيجان أذر بيجان أذر بيجان تقرأ وهكذا وهكذا لابد لنار من أذر بيجان أذر بيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم الأحلاس إنها البسط التي تفرش على الأرض بل إذا أردنا أن نعطيها معناها بدقة ما يفرش على الأرض تحت البسط هذه هي الأحلاس فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم ليس المراد أن نختفي في بيوتنا هذه تعابير كنائية وإنما المراد أن نبتعد عن الواقع الاجتماعي وعن الواقع السياسي حينما يمتزج هذان الواقع هذا لا يعني أننا ننقطع عن الواقع الاجتماعي وإنما ننقطع عنه في الجهات التي تمتزج بالسياسات وبالرئاسات الأئمة حذرون من الرؤساء الذين يترأسون على الناس وخصوصا من رؤساء الدين الذين يقال لهم في أوساطنا الشعية المراجع حذرون من هؤلاء حذرون من هؤلاء ومن شرورهم القاتلة التي تقتل الدين وتقتل العقيدة وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي الآن بسبب جهل الشيعة بالثقافة المهدوية وحتى الذين يتحدثون بالأحاديث المهدوية لا يفقهون معناها يفهمونها بالمقلوب وفي كثير من الأحيان يوظفونها للاتجاهات التي هم عليها لمدح المرجعيات بينما كل الأحاديث تذم المرجعيات يمدحون الأحزاب الشيعية بينما كل الأحاديث تذم الأحزاب الشيعية وتصفها بالضلال وهذا واضح لمن أراد أن يعود إلى أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم لابد لنار من آذر بيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا لا تتحرك حركة واضحة معلومة وألبد ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد لا أريد أن أشرح الرواية لأنني لست بصدد شرح الروايات إنما أريد أن أستعرض جانبا من الروايات كي أشير إلى ذكر العباسيين الجدد وما يرتبط بشؤونهم وأحوالهم الرواية صريحة تتحدث عن العباسيين الجدد لأن الإمام الباقر يتحدث عن ظهور إمام زماننا ويشير كذلك إلى حركة اليماني فإذا تحرك متحرك إنه اليماني فاسعوا إليه إذا ما ظهر اليماني فانهض إليه فإذا تحرك متحرك فاسعوا إليه ولو حبوان والله بعد ذلك الإمام يقسم كي يجعل من القسم فاصلة انتقال للحديث عن الإمام الحجة والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد هذا هو الحجة ابن الحسن ما هو اليماني اليماني هنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوان هذا متى يأتي بعد نار آذربيجان لابد لنار من آذربيجان لا يقوم لها شيء إنها نار الحروب إنها نار الفتن السياسية والاجتماعية والاقتصادية وآذربيجان تطلق على البلاد التي فيما بين إيران وأوروبا على جزء من هذه البلاد وكانت جزءا من الاتحاد السوفيتي حينما كان الاتحاد السوفيتي موجودا قبل سقوطه الجزء الأهم من الرواية إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أدرج ملك بن العباس أذهب بكم إلى حديث آخر في المصدر نفسه في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المائتي إنه الحديث الخامس والخمسون عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين الصادق يقول إن أمير المؤمنين حدث عن أشياء تكون بعده إلى قيام القائم فقال الحسين كان الحسين حاضرا يا أمير المؤمنين متى يطهر الله الأرض من الظالمين فقال أمير المؤمنين لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام ثم ذكر أمر بني أمية وبني العباس الرواية فيها العديد من التفاصيل أنا لست بصدد الحديث عن العلائم والوقائع والملاحم إنما أذهب إلى المواطن التي تتحدث عن العباسيين الجدد أذكركم من أن الكلام في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة والتي تأتي جواب على سؤال هل أن المرجعية في النجا في أيامنا هذه والحكومة في بغداد هل هؤلاء هم العباسيون الجدد الجواب بحسب وجهة نظري نعم لكن الجواب ليس اعتمادا على علم غيبي ولا على معطيات كاملة ولا بلي أعناق الأحاديث إنها المعطيات المتوفرة نصوصا وواقعا تأريخيا ومعاصرا لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام الدم الحرام يسفك منذ أيام سقيفة بني ساعد فلقد قتلوا رسول الله ولقد قتلوا فاطمة وقتلوا جنينها المحسن واستمر القتل في آل محمد لكن الأميرة يتحدث عن دم حرام بعينه حدثتنا الروايات والأحاديث عن هذا إنها العلامة الأقرب ما عبر عنه بذبح بقتل نفس زكية بين الركن والمقام في مكة المكرمة هو رسول يبعثه إمام زماننا الحجة بن الحسن كي يبلغ الحجاج وأهل مكة بما أمره الإمام أن يبلغهم فيبادرون إلى قتله حكومة حكومة السعوديين تبادر إلى قتله وإلى سفك دمه بين الركن والمقام وهذا سيكون في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحج لم تبقى إلا أيام قليلة على ظهور الإمام في العاشر من المحرم بعد ذي الحج سيظهر الإمام الحسين سأل أمير المؤمنين متى يطهر الله الأرض من الظالمين يسأل عن موعد الظهور فقال الأمير صلوات الله عليه لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام ثم ذكر أمر بني أمية وبني العباس الحديث عن بني أمية هنا إما عن الأمويين الذين كانوا في بغداد قبل العباسيين الجدد وإما عن السفياني فإن السفيانية هو رمز أموي واضح وصريح ثم ذكر أمر بني أمية وبني العباس والذي يبدو من التسلسل من أنه ذكر بني أمية قبل بني العباس إنه يتحدث عن الأمويين الذين يحكمون بغداد قبل العباسيين الجدد مرت علينا كلمات الأمير والسجاد وذلك عند انقطاع ملك بني مروان ما الذي يحدث الذي يحدث أن تسير الملايين من من الأسقاع المختلفة ومن الآفاق المتباينة إلى كربلا وهذا يجري أمام أعيننا منذ سنة 2003 ميلاد وكلمات الأئمة موجودة بين أيدينا ومنذ البداية منذ بداية ظهوري على شاشتي قنط القمر وأنا أتحدث بهذه الأحاديث لكن أحدا لا يلتفت نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا العنوان الثالث بعد العنوانين المتقدمين العنوان الأول عباسيون قدماء وجدد العنوان الثاني أمويون وعباسيون في بغداد والأمويون قبل العباسيين سيزولون وقد زالوا العنوان الثالث الشيصباني نسبة إلى بن الشيصبان وبن الشيصبان هم بن العباس هكذا اصطلح عليهم الأئمة هكذا اصطلح عليهم الأئمة وسموهم بهذا الاسم والشيصبان من أسماء الشيطان بن الشيصبان بن الشيطان الشيصباني الشيطاني الإبليسي أقرأ عليكم من غيبة النعماني من المصدر نفسه من الصفحة الثالثة بعد العاشرة بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثامن بسنده بسند النعماني عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني عن السفياني لماذا كل الأسئلة عن السفياني لأنه العلامة الأهم العلامة الأولى والتي ستكون واضحة جدا في مرحلة العلامات الحتمية وتحديدا في شهر رجب العلامات جابر الجعفي يقول سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني فقال وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني لابد من شيصباني قبل السفياني أين سيكون الشيصباني ما بين الكوفة وبغداد المرجعية الشيصبانية والأحزاب الشيصبانية في بغداد في المنطقة الخضراء أتحدث عن الأحزاب الشيعية الدينية القطبية هؤلاء هم الشيصبانيون والمرجعية التي تشكل حماية وحراسة لهم في النجف هي مرجعية شيصبانية وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج من أرض كوفان شيعي يخرج من أرض كوفان لأن الحكومة في العراق هي في كوفان في النجف السيستاني وولده محمد رضا هما الذان يحكمان العراق يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم خروج القائم يكون بعد السفياني وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج من أرض كوفان ينبع ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم هذا كفاية الأثر وهو من كتبنا القديمة أيضا للخزاز القمي من علماء القرن الرابع الهجري هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار إنها الطبعة الأولى 1430 هجري قمري قموا المقدس أذهب بكم إلى الباب الذي عنوانه ما جاء عن أمير المؤمنين ما يوافق هذه الأخبار في النص على الحسن والحسين وفي النص على الأئمة الأطهار الحديث الأول إنها الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد الثلاثمائة عن علقمة بن قيس قال خطبنا أمير المؤمنين على منبر الكوفة خطبته اللؤلؤة خطبة معروفة من خطب الأمير تسمى بالخطبة اللؤلؤة فقال فيما قال في آخرها ألا وإني ضاعن عن قريب ضاعن راحل مسافر ألا وإني ضاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب فارتقبوا الفتنة الأموية والمملكة الكسروية وإماتة ما أحياه الله وإحياء ما أماته الله إلى أن يقول وتبنى مدينة يقال لها الزور بين دجلة ودجيل والفرات فلو رأيتموها مشيدة بالجص والآجر الخطبة طويلة أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإنما أذهب إلى موطن الشاهد إلى أن يقول سيد الأوصية وشيدت بغداد الزورة وشيدت وشيدت بالقصور لماذا قيل لها الزورة قيل لها الزورة لأنها تكون مائلة من جهة النار الأزور هو المائل الذي ينحرف انحرافة منحنية هذا هو الأزور وهذه هي الزورة وبالمناسبة بغداد يقال لها الزورة بسبب موقعها من نهر دجلة الري طهران يقال لها الزورة أيضا وتحديدا منطقة الري بسبب موقعها من سلسلة الجبال الموجودة هناك فإن الجبال تزور حولها تأتي بشكل منحن بشكل قوس من هنا يقال لبغداد من أنها المدينة المدورة لأنها بنيت بشكل دائري بشكل قد ازور حول النار من هنا قيل لها الزورة وتبنى مدينة الإمام تحدث عن الأمويين الأوائل ألا وإني ضاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب فارتقبوا الفتنة الأموية والمملكة الكسروية الإمام هنا يتحدث عن الأمويين الأوائل عن الأمويين في دمشق في الشام ثم قال وتبنى مدينة يقال لها الزورة يتحدث عن العباسيين الأوائل عن العباسيين القدماء ثم قال وتبنى مدينة يقال لها الزورة بين دجلة ودجيل والفرات فلو رأيتموها مشيدة بالجص والآجر إلى أن يقول وشيدت بالقصور وتوالت عليها وتوالت عليها ملوك بن الشيصبان أربعة وعشرون ملكة إنهم خلفاء العباسيين ويشير ويشير إليهم فيهم السفاح والمقلاس والجموح والخدوع إلى آخر الأسماء هذه صفات خلفاء بن العباس إذا أردنا أن نشرح ألفاظها فإنها تنطبق طباقا واضحا على خلفاء العباسيين القدما وتوالت عليها ملوك بن الشيصبان موطن الشاهد هنا فبن الشيصبان هم بن العباس في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم يعبرون عن العباسيين تارة ببني العباس وتارة ببني عمنا وثالثة ببني مرداس ورابعة ببني الشيصبان مثلما تحدث أمير المؤمنين هذا الكلام أيام أمير المؤمنين هذه التسمية كانت موجودة أيام أمير المؤمنين وكذلك يتحدثون عنهم ببني فلان فهنا حينما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني إنه العباسي يخرج من أرض كوفان شيعي ينبع كما ينبع الماء هذا سيكون في زمان قريب من ظهور السفياني والسفياني إذا ما ظهر فإننا نستطيع أن نشخص اليوم الذي سيظهر فيه إمام زماننا بالدقة صلوات وسلام على إمام زماننا وأقرأ عليكم أيضا من المصدر نفسه من غيبة النعماني ما جاء في حديث طويل بدايته في الصفحة الثانية والستين بعد المائتين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه أول الحديث إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم إلى آخر الرواية لا أريد أن أقرأ الرواية الطويلة عليكم وقد قرأت ما قرأت منها وشرحت ما شرحت منها في برامج المتقدمة أذهب إلى موطن الشاهد الذي يرتبط بموضوع حلقتنا هذه في الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين الإمام الباقر يقول إذا اختلف بن فلان بن فلان بن العباس والإمام يتحدث عن العباسيين الجدد إذا اختلف بن فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم إن الله يفعل ما يشاء ولي يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنوا فلان فيما بينهم فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني كل هذا الحديث عن العباسيين الجدد لأن الإمام الباقرة يتحدث عن صيحة شهر رمضان ويتحدث عن خروج القائم ويتحدث عن اختلاف الكلمة في الناس عموما ويتحدث عن خروج السفياني ويجعل اختلاف بن العباسي مرتبطا بكل هذه الوقائع بمثابة مقدمة واضحة أقرأ عليكم ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله عليه ومثل ما قلت لكم أكثر من مرة قبل قليل من أن ني لست بصدد شرح تفاصيل هذه الروايات وقد شرحتها في برامج المتنوعة أنا أركز النظر هنا على ما يرتبط بالعباسيين الجدد إذا اختلف بن فلان بن العباس قلت لكم من أن الأئمة يعبرون عن العباسيين بمجموعة من التعابير أحد هذه التعابير حينما يقولون بن فلان إذا اختلف بن فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج فعند ذلك فانتظروا الفرج يعني أن الفرج سيكون قريبا ليس بالضرورة أن يكون قريبا بحساب الليالي والأيام بحساب الأسابيع والشهور كل المعطيات تشير إلى أن الحساب هو حساب السنين إذا اختلف بن فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم إن الله يفعل ما يشاء ولي يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بن فلان فيما بينهم فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني ويستمر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لابد لبني فلان من أن يملك لابد لابد لبني فلان من أن يملك البارحة كنت أتحدث مع أحد الأخوة وأقول من أن الحكم الشيعية في العراق إذا أردت أن أدرس تأريخ العراق وتأريخ الشيعة وأن أدرس واقع المعارضة الشيعية العراقية لا استطيع أن أتصورهم أن يصل إلى الحكم إلا من جهتين من جهة المصادفة هكذا قلت له طر كتبة وقد يقال في دول عربية أخرى ملك وكتاب نحن نقول في العراق طر كتبة ملك وكتاب لكن لا وجود لمثل هذا في تقدير الأمور أو أن الأمر لا بد أن يكون فهؤلاء لا بد أن يحكموا ويظلموا لأن الأحاديث هكذا تقول لا تبقى مجموعة تقول لو حكمنا لعدلنا إلا وحكمت وظلمت إذا أردنا أن ندرس تأريخ العراق منذ زمان أمير المؤمنين وإلى يومنا هذا وأن ندرس الواقع الشيعية في العراق وأن ندرس واقع المعارضة الشيعية إن كان ذلك في داخل العراق أو في خارج العراق إن لم يكن مستحيلا فهو مستبعد جدا أن الشيعة يحكمون العراق ولكن هم حكموا كيف حكموا حكموا إما طر كتب من طريق الصدفة وهذا لا يكون لا توجد صدفة وإما أن الأمر لا بد أن يتحقق لأن الأئمة قال كل مجموعة تقول لو حكمنا لعدلنا يحكمون ويظلمون وقد حكموا وظلموا وفسدوا وأفسدوا ولعبوا الألعاب وعبثوا عبثا عظيما بدين الناس وشؤون الناس وأموال الناس وأحوال الناس وأعراض الناس وكل ذلك تحت فيء عمامة السيستاني إنهم الشيصبانيون والعباسيون الجدد ما بين الكوفة الشيصبانية والخضراء الشيصبانية لابد لبني لابد لهم لابد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم هم باقون إلى زمان السفياني حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة عاصمة العباسيين الكوفة وليست بغداد العباسيون القدمة ما كانت عاصمتهم الأولى بغداد عاصمتهم الأولى الكوفة العاصمة الأولى التي تأسس فيها الحكم العباسي الأول الكوفة ورؤوس بني العباس كانوا يختفون في شرداب في دار أبي سلمة الخلال الذي كان من كبار دعاتهم والذي سمي بعد ذلك بوزير آل محمد بوزير العباسيين هكذا لقبوا بوزير آل محمد إنه أبو سلمة الخلال كوفي هذا وكان داره في الكوفة ورؤوس العباسيين كانوا يختفون في سرداب في دار أبي سلمة الخلال ومن سرداب أبي سلمة الخلال خرج السفاح والمنصور وتأسست الخلافة العباسية الحكاية الحكاية هي 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 لا بد لبني فلان الحديث عن العباسيين الجدد لا بد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان كفرسي سباق هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان بني العباس على أيديهما فالخراساني سيهلك العباسيين الذين هم يناصرون السفياني في جو السفياني والسفياني سيهلك العباسيين الذين يناصرون الخراساني في جهة الخراساني حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفر سيرهان هل مرة في تأريخ العراقي في زمن العباسيين أن كان في بغداد هناك مجموعة تحسب على الأمويين في الحكم وفي الوقت نفسه هناك مجموعة تحسب على الخراسانيين الذين هم أنصار العباسيين هل مرة هذا حينما سقط الحكم الأموي في الشام تفرق الأمويون في كل مكان ولم يكن لهم من سلطة أو وجود في بغداد فهذه القضية لا تتصور لكنها حدثت حدثت منذ 2003 أمام أعيوننا أجنحة في الحكم توالي الأمويين توالي النواصب أدى عشيون موجودون في المنطقة الخضراء ولكن بأسلوب لين ناعم والذين يناصرون الاتجاه الشيعية في إيران موجودون أيضا في المنطقة الخضراء لهذا السبب فإن الخراسانية سيهلك العباسيين وكذلك السفياني سيهلك العباسيين كيف تتصورون هذا المعنى مع أن الخراسانية والسفيانية ما هما على اتفاق الخراساني عدو السفياني والسفياني عدو الخراساني إذن كيف يتفقاني في القضاء على العباسيين لأن كل طرف سيقضي على أنصار الطرف الآخر ليس بالضرورة أن يكونوا أنصارا صادقين لكنهم أنصار بحسب المصالح السياسية للطرفين للطرف السفياني وللطرف الخراساني على حد سوا لابد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرقي وهذا من المغربي الذي من المشرق الخراساني من مشرق العراق والذي من المغرب السفياني من مغرب العراق هذا من المشرقي وهذا من المغرب يستبقاني إلى الكوفة قرأت عليكم في رواياتي الحلقة الماضية واختلف أهل الشرق وأهل الغار أهل المشرق وأهل المغرب وقلت لكم إنه اختلاف الإيرانيين فيما بينهم واختلاف الشاميين فيما بينهم هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفر سيرها هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما أما إنهم لا يبقون منهم أحدا لأن الخراسانية سيهلك جماعة السفياني ولأن السفيانية سيهلك جماعة الخراساني الذين يحسبون عليه الذين يحسبون على السفياني سيهلكهم الخراساني والذين يحسبون على الخراساني سيهلكهم السفياني ثم يتحدث إمامنا الباقر عن خروج السفياني واليماني والخراساني إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه إن ذهاب ملك بني فلان إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار الفخار هو الطين المطبوخ بالنار إن ذهاب ملك بني فلان ملك بني العباس كقصع الفخار قصع جمع لقصعة وهي الآنية الكبيرة إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار حينما يكسر بعضها بعضا حينما يتهاوى بعضها على البعض الآخر وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه أعتقد أن الكلام واضح وواضح جدا وهذا يأتي منسجما مع الروايات التي تقول من أن ظهور إمام زماننا سيكون بغتة مفاجأة لماذا؟ لأن الناس تغط في نوم عميق وخصوصا هؤلاء الذين في النجف وفي بغداد منشغلون بمناصبهم وبأموالهم وشهواتهم وقذاراتهم إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار حينما تتهاوى ويكسر بعضها بعضا وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها في غفلة من أمره فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه أذهب إلى الصفحة السادسة والستين بعد المائتين من المصدر نفسه من غيبة النعماني إنه الحديث حديث السادسة عشر بسنده بسند النعماني عن ابن أبي يعفور شخصية شيعية معروفة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول لعبد الله ابن أبي يعفور أمسك بيدك ماذا هلاك الفلاني اسم رجل من بني العباس شخصية معروفة ربما هو الشخص الأول والأبرز في بني العباس أمسك بيدك هلاك الفلاني هلاك الفلاني الفلاني اسم رجل من بني العباس وخروج السفياني وهذا سيكون بعد هلاك الفلاني وقتل النفس إنها النفس الزكية حدثتكم قبل قليل عنها الدم الحرام الذي يسفك في الشهر الحرام وفي البلد الحرام هكذا ورد في كلماتهم وأحاديثهم صلوات الله عليه أمسك بيدك هلاك الفلاني وخروج السفياني وقتل النفس وجيش الخسف الخسف الذي يكون في بيداء المدينة وهذا سيكون عند الظهور من العلامات المقارنة لظهور الإمام والصوت قلت وما الصوت هو المنادي فقال نعم وبه يعرف صاحب هذا الأمر ثم قال الفرج كله كله هلاك الفلاني من بني العباس هناك شخصية عباسية في العراق إذا ما هلكت فبدايات الفرج تتحرك ليس بالضرورة أن تكون ظاهرة للعيان يعرفها يعرفها من يعرفها كلمة خطيرة هذه الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس أعيد قراءة الرواية عليكم إنها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لابن أبي يعفور أمسك أمسك بيدك هلاك الفلاني اسم رجل من بني العباس وخروج السفياني وقتل النفس وجيش الخاس والصوت قلت وما الصوت هو المنادي فقال نعم وبه يعرف صاحب هذا الأمر صيحة شهر رمضان ثم قال الفرج كله الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس هذه الكلمة خطيرة جدا الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس إذا ما هلك الفلاني من بني العباس فإن الفرج تتحرك معالمه ربما بنحو ظاهر أو باطن لكن البداية قد بدت والنهاية للعباسيين قد بدت أيضا في الصفحة السابعة والستين بعد المائتين تلاحظون كثرة الأحاديث عن العباسيين الجدد في كتاب واحد فما بالكم إذا أردنا أن نجمع كل الكتب وكل الأحاديث إلا أنني اقتصرت على غيبة النعماني لأن الكتاب هذا هو من أهم ما كتب في بابه فالصفحة السابعة والستين بعد المائتين إنه الحديث الثامن عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه هكذا يقول إمامنا لابد أن لابد أن يملك بن العباس هذا هو الذي قلته قبل قليل من أن شيعة العراق مستحيل إن لم يكن مستحيلا في غاية الصعوبة أن يصل إلى الحكم لكنهم وصلوا إما من طريق الصدفة وهذا ليس واردا في تقدير الأمور وإما أن الأمر لابد أن يكون والأحاديث كلها هكذا تقول لابد أن يملك بن العباس وهذا هذا هو الذي جرى منذ 2003 إلى الآن ألا تتفقون معي من أنه كان الأمر مستحيلا أتعلمون أتعلمون أن الحكومة الإيرانية في الفترة الأخيرة من زمن المعارضة قبل سقوط النظام الصدامي أوعزت إلى باقر الحكيم من أن ينتقل إلى قم كي يواصل درسه الحوزوي وتدريسه الحوزوي وأن يحول المجلس الأعلى إلى جمعية خيرية هذا الكلام حقيقي صحف المعارضة صحف المعارضة كانت تتسابق في التحليل أتحدث عن المعارضة الشيعية كانت تتسابق في التحليل من الذي سيكون رئيسا بعد صدام عدي أم قصي والله هذا الذي كان يجري حزب الدعوة في أوروبا قياداته كانوا يناقشون أن يرسلوا وفدا إلى صدام وأن يعودوا إلى العراق وأن يعمل سياسيا تحت ظلي الحكم الصدامي هذه حقائق وتوجد منشورات ووثائق على هذا أنا لا أحدثكم من الخيال ولا أفتري على أحد لو كنت مهتما بتأريخ المعارضة لقدمت لكم برنامجا أذكر لكم فيه العجائب ما يحدثونكم عن المعارضة وما ألفوه في الكتب وما تتحدث به فضائياتهم أكاذيب وحق الحسين أكاذيب هذا هو واقع المعارضة فحزب الدعوة في أوروبا كانوا يريدون الذهاب إلى صدام أنا لا أقول عن حزب الدعوة بكامله لكن الذين كانوا في أوروبا بحكم تأثرهم بالحياة الأوروبية وما شاهدوه وعايشوه من الديمقراطية أخذوا يتخيلون يمكن أن تكون ديمقراطية في العراق هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول وأنا لا أريد أن أقف عنده لكنني كما قلت لكم بحكم معرفة بتأريخ العراق وتأريخ الشيعة وواقع المعارضة الشيعية العراقية مستحيل أن يصل الشيعة إلى الحكم إن لم يكن مستحيل في غاية الصعوبة ولكنهم وصلوا فلو إجاو طر كتب أو أنه أمر مقدر لا بد أن يكون كل مجموعة تقول لو حكمنا لعدلنا يحكمون ويطلبون ولا يبقى أحد من هذه المجموعات التي تدعي لو أنها حكمت لعدلت لم يبقى في العراق إلا هذه المجموعة إلا المجموعة الشيعية ولذا الإمام يقول لا بد أن يملك بن العباس فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق الخراساني وهذا من المغرب السفياني من مشرق العراق ومغربه يستبقان إلى الكوفة يستبقان الخراساني يريد أن يصل إلى الكوفة قبل السفياني وسفياني كذلك يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان كفرسي سباق هذا منها هنا وهذا منها هنا حتى يكون هلاكهم هلاك بني فلان هلاك بني العباس لابد أن يملك بن العباس حتى يكون هلاكهم على أيديهما أما إنهما لا يبقون منهم أحدا أبدا في الصفحة الخامسة بعد العاشرة بعد الثلاثمئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند النعماني عن الحسن بن الجهم قال قلت للرضا لإمامنا الرضا صلوات الله عليه أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس فقال كذب إنه ليقوم السفياني وإن سلطانهم لقائم والإمام يستعمل إن مرتين وهي للتأكيد والتشديد فقال كذبوا إنه ليقوم واستعمل لام التوكيد هنا وإن كررها مرة أخرى وإن سلطانهم لقائم وكرر لام التوكيد مرة أخرى كرر إن مرتين وكرر لام التوكيد مرتين في جملة قصيرة يريد أن يؤكد من أن الحكم العباسية سيكون موجودا حينما يظهر السفياني لكنه سيكون ضعيفا بسبب الاختلاف الذي قد وقع بينهم في السنوات المتقدمة على ظهور السفياني الحسن بن الجهم يقول قلت للرضا أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بن العباس فقال كذبوا إمامنا الرضا يقول كذبوا إنه ليقوم السفياني وإن سلطانهم سلطان العباسيين لقائم نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكام يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضركك وأنت تعلم أنها لؤلؤة يا هشام نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة وطاعة بالعلم والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل يؤتق ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل يا هشام قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود يا هشام إن العاقل رضي بدوني من الدنيا مع الحكمة ولم يرضى بدوني من الحكمة مع الدنيا فلذلك ربحت تجارته عنوان عنوان في السياق نفسه ولكنه يأخذ بنظر الاعتبار أن اختلاف بن العباس سيكون في الأجواء في الأجواء القريبة من ظهور الخراساني واليماني والسفياني أقرأ لكم نماذج من الحديث تلاحظون كثرة الأحاديث وأنا لست بصدد أن أقرأ كل الأحاديث عليكم سأحتاج إلى العديد من الحلقات هذه نماذج من الأحاديث لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والستون بسنده بسند النعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا الباخري صلوات الله وسلامه عليه يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني أو من بعدي عني ومناد ومناد ينادي من السماء الإمام لا يتحدث عن العباسيين القدماء والذين لم يكونوا على عهد الباخر صلوات الله عليه وإنما جاءوا بعد ذلك فإمامنا الباقر عاش في زمان في زمان الأمويين ولم يكن في زمان العباسيين ومع ذلك فإن الإمام الباقر يحدث جابرا الجعف عن العباسيين في المرحلة الثانية أولها اختلاف بني العباس الإمام يقول لجابر حدث بها الشيعة والإمام كان في العصر الأموي هؤلاء الذين يلوموننا في أننا نتحدث بهذه الأحاديث ونحن في زمانها لاحظوا غباء هؤلاء غباء المعممين وغباء المثقبين من الشيعة ما هم بمثقفين إنهم مثقبون ثقبهم الشيطان بكل أنواع الثقوب هؤلاء الذين يلوموننا في أننا نتحدث عن إمام زماننا لحظوا الإمام الباقر هكذا يحدث جابر وكان الإمام في العصر الأموي وهو لا يحدثه عن العباسيين الأوائل يحدثه عن العباسيين الجدد أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني ومناد ينادي من السماء إنها الصيحة ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية إلى آخر الرواية الرواية طويلة موطن الشاهد هنا أول علامة ذكرها اختلاف بني العباس لأهميتها لماذا؟ لأن الإمام يريد من الشيعة أن يتحرك إذا ما وقع الاختلاف بين بني العباس فالإمام هكذا قال لجابر يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بني العباس يعني إذا رأينا اختلاف بني العباس علينا أن نحرك أيدينا وأرجلنا أن نعمل في خدمة إمام زماننا الرواية واضحة وصريحة جدا أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين إنه الحديث التاسع والأربعون بعد المائة نقله عن الكافي عن الجزء الثامن من الكافي الشريف بسنده عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه لا ترون ما تحبون حتى يختلف بن فلان فيما بينهم فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني المضامين تتكرر في أحاديثهم وكلماتهم وأقوالهم وكتبهم وعلى ألسنة رواتهم وأصحابهم وعلمائهم وأقرأ أيضا من غيبة النعماني في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده بسند النعماني عن يعقوب بن السراج قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه متى فرجوا شيعتكم فقال إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم متى سيبدأ ضعف سلطانه إذا ما هلك الفلاني من بني العباس سيبدأ ضعف سلطانه لأن الإمام هكذا قال الفرج كله إذا هلك الفلاني من بني العباس يعقوب ابن السراج يقول قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه متى فرج شيعتكم فقال إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها إلى آخر الرواية لست بصدد شرح الرواية هذه وقد شرحتها وتحدثت عن تفاصيلها في برامج السابقة لكنني أركز هنا على ما يرتبط بذكر العباسيين الجدد إذا اختلف ولد العباس هذا كان جوابا لسؤال يعقوب ابن السراج متى فرج شيعتكم إذا اختلف ولد العباسي ووها سلطانهم العلامة ما هي إذا هلك الفلاني من بن العباس وأقرأ عليكم أيضا ما جاء في غيبة الطوسي الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئتين بسنده عن أبي بصير عن بكر بن حرب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيف بني فلان والروايات حدثتنا عن قتل بين الحيرة والكوفة ومن أن قتلاهم على سوا الطرفان على باطل وما هما على حق لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيف بني فلان فإذا اختلف كان عند ذلك فساد ملكهم يبدأ ملكهم بالتهاوي شيئا فشيئا حتى يأتي الخراساني من مشرق العراق ويأتي السفياني من مغرب العراق في الصفحة التاسعة والستين بعد المائتين من غيبة النعماني إنه الحديث الحادي والعشرون بسنده بسند النعماني عن محمد بن الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت له ما من علامة بين يدي هذا الأمر فقال بلى قلت وما هي قال هلاك العباسي شخصية من بني العباسي تكون مهمة إذا ما هلكت والتعبير بالهلاك لا يوحي بأنه سيقتل وإنما سيموت قال هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من السماء حديث عن العباسيين الجدد هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من السماء الصيحة فقلت جعلت في ذاك أخاف أن يطول هذا الأمر فيما بين هلاك العباسي وسائر العلامات الأخرى فقال لا إنما هو كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا كمنظومة خرج كالمسبحة مثلا كالقلادة مثلا فقطع ناظمها قطع خيطها سيتساقط الخرج تباعا واحدة بعد واحدة وبعد ذلك تتساقط مجموعة بعد مجموعة تلاحظون أن الروايات وأن الأحاديث وفيرة وكثيرة جدا وما عردته لم يكن في حد الاستقصاء عردت مجموعة واضحة كثيرة من النماذج لكنني لم أكن في مقام الاستقصاء كل هذه الأحاديث أجمعت على حكم عباسي ثان ولا لابد أن يكون في العراق فهؤلاء الذين يشرحون لكم الأحاديث ويقولون لكم من أن الحكم العباسية يشير إلى حكم آل سعود هؤلاء يفسرون الأحاديث والروايات بحسب أمزجتهم لأنهم على هوى الحكم العباسي في العراق بالنسبة لي فإنني لا أعبأ لا بالمراجع العباسيين في النجث ولا بالحكام العباسيين في بغداد أعرض الحقائق كما هي ما عرضته بين أيديكم من روايات وأحاديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة ما عرضته هو نماذج فإنني لم أستقصي كل الأحاديث هذا يحتاج إلى وقت طويل أنا أعرف هذه الأحاديث وأعرف مضانها وأحفظ نصوصها ومضامينها فإني أشتغل في هذا المجال منذ أكثر من أربعين سنة لا في يوم ولا في يومين هذه الأمور بديهية عندي وفضحة عندي تعاملي معها في غاية السهولة كل هذه الروايات تجمع على أن حكما عباسيا ثانيا لا بد أن يكون لا بد أن يملك مرت علينا النصوص لا بد أن يحكم العباسيون بغداد ثانية وتلاحظون أن الروايات تتحدث عن الكوفة بنحو أكثر وبنحو أوضع مما تتحدث به عن بغداد إذن الحاكم العباسي الحقيقي في الكوفة في النجث وهذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم هناك حكم عباسي في العراق هذا الحكم مقره الأول الكوفة النجث ومقره الثاني بغداد وهذا الحكم يتعرض لهدات سياسية لكنه يتشافى منها يبدو وكأنه يريد أن ينتهي لكنه يعود ويأتي هذا الحكم بعد انقطاع ملك بني مروان سيظلمون وسيفسدون وسيعيثون الفساد في الدين والدنيا وفي كل شيء سيختلفون فيما بينهم وسيسفك بعضهم دماء بعض لا بد أن يكون هذا وفي المناطق الشيعية تحديدا وستسفك الدماء أكان هذا في موعد قريب في موعد بعيد الأحاديث هي التي أخبرتنا بذلك قلت لكم أنا لا أتحدث عن غيب ولا أمتلك كل المعطيات ولا أقوم بلي أعناق الأحاديث بحسب ما أرغب وما يمين إليه هواي هذه النصوص بين أيديكم كلماتها واضحة مضامينها بين هناك حكم عباسي ثان في العراق مقره الأول الكوفة القوة الأولى في الكوفة والقوة الثانية في بغداد يتعرض لصدمات يكاد أن يتهاوى لكنه يعود مرة أخرى ينفخ الشيطان فيه يعود مرة أخرى يختلفون حتى تسفك الدماء الإمام يأمرنا أن نكون أحلاس بيوتنا أن لا نحرك يدا ولا رجلا لا شأن لنا به فليذهب إلى الجعيم فلتذهب مرجعية النجف إلى الجعيم بفسادها وقذارتها ولتذهب حكومة بغداد إلى الجعيم بفسادها وقذارتها لا تحركوا يدا ولا رجلا لا تعبأوا بهؤلاء حركوا الأيدي والأرجل في خدمة إمام زمانكم هذا هو الواقع الذي تتحدث عنه هذه الروايات لا نقلت لكم من كتب المخالف ولا حددتكم بحديث الفوالين ولا جئتكم بالأحاديث من الكتب التي لا نعرفها هذه كتبنا القديمة الأصلية وهذه أحاديث أئمتنا وإذا وقع خلل في حديث أو حديثين فإننا حينما نجمع بين الأحاديث يرتفع هذا الخلل وأنا أحدثكم عن خبرة طويلة في الإطلاع على الأحاديث وحينما أقرأ لكم الحديث ففي ذاكرة موسوعة من أحاديثهم بهذا المضمون وحينما أشرح لكم الرواية إنني لا أشرحها على أساس أنها وحدة منفصلة عن سائر الأحاديث وإنما أشرحها بروح مضامين سائر الأحاديث الأخرى الحقائق واضحة وواضحة وجلية يبقون في الحكم لكن الحكم سيكون ضعيفا متمزقا حتى يقبل السفياني من سوريا وحتى يقبل الخراساني من إيران وحينئذ تنتهي حكومتهم يذهبون إلى الجحيم مثلما قلت لكم الحديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وفي الحلقة التي تأتي جواب لسؤال هل أن مرجعية النجف وحكومة المنطقة الخضراء في بغداد هم العباسيون الجدد قلت لكم نعم بحسب ما أعتقد لا على أساس أني عالم بالغيب ولا أني أمتلك المعطيات الكاملة ولا أريد أن أحرف مضامين الروايات وفقا لمزاجي إنما هي المعطيات المتوفرة ما بين النصوص وبين الواقع النصوص عرضت ما عرضت من نماذجها بين أيديكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة بقي علي أن أحدثكم عن الواقع عن الواقع التأريخ للعباسيين القدماء وعن الواقع المعاصر للعباسيين الجدد سأعرض لكم في إلقاء نظرة على الواقع سأعرض لكم مقارنة إجمالية ما بين واقع العباسيين القدماء الذي جاء مذكورا في تأريخهم وما بين واقع العباسيين الجدد الوثائق تتحدث عنهم هم يتحدثون عن أنفسهم هذا هذا ما سأتناوله هذا ما سأتناوله في حلقة وهذا هو هذا ما سأتناوله هذا ما سأتناوله هذا ما سأتناوله على على مودة قائمي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه لكنني أحببت أن أنبهكم وأن ألفت أنظاركم إلى موضوعين مهمين سأتحدث عنهما وخصوصا وخصوصا الموضوع الثاني إذا منتهى حديثي عن العباسيين الجدد وربما ينتهي في حلقة يوم غد لا أدري أنا والمعطيات إذا منتهى حديثي عن العباسيين الجدد فإنني سأفتح حديثا مفصلا عن موضوع طالما طالبتموني بالحديث عنه لكنني ما وجدت وقتا له في هذا البرنامج خصصت وقتا لهذا الموضوع إنه موضوع الأشهر القمرية والشمسية كثيرون خصوصا في هذه الأيام يسألون ولقد سئلت عن هذا الموضوع كثيرا وأجبت إجابات مجزة مختصرة إجمالية لكنني هذه المرة سأجيب بالتفصيل عن هذا الموضوع وهل أن الشهور القمرية تكون ثابتة لا تتحرك زمانيا كالشهور الشمسية بحسب فصول السنة فالشهور الشمسية ترتبط في تنظيمها وتقويمها ارتباطا مباشرا مع فصول السنة من ربيعها وصيفها وخريفها وشتائها أما الشهور القمرية فإنها لا ترتبط بهذه الفصول وتكون متحركتا السؤال هل هي متحركة فعلا أم أنها لابد أن تكون ثابتتا ليست متحركتا كشهور السنة الشمسية سأتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل وبعده سأذهب إلى الموضوع المهم أريد أن أحدثكم عن المذهب الطوسي سأوضح لكم من أن آباء وأجداد لم يكن شيعة لإمام زماننا كانوا شيعة على المذهب الطوسي هذه هي الحقيقة المؤلمة سأضع الحقائق والتفاصيل بين أيديكم نبهتكم إلى هذا كي تهيئ أوراقكم وأقلامكم وكي تتابعوا ما سأعرضه لكم في الحلقات المختصة ببيان حقيقة المذهب الطوسي ألا لعنة عليه لقد ضللوا أجدادنا وآباءنا وعوائلنا وإلى الآن عشائرنا عوائلنا إلى الآن مضللون بالمذهب الطوسي سأعرض لكم وحق الزهراء الحقائق الحقائق وستعرفون الحقيقة واضحة جليتا إني وإن كنت قد تحدثت عن هذا الموضوع وبالوثائق والحقائق في برامج المختلفة لكنني هذه المرة أريد أن أتحدث بشكل خاص عن المذهب الطوسي اللعين نلتقي غدا على مودة الزهراء فاطمة على مودة القيمة والقائم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء